قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم علاوين اخبار اليوم بسبب المغرب رسالة هامة من الشوال للفيفا لحظة توزيع الجوائز بلاغ عاجل لن تصدق ما وقع للحكم المكسيكي الذي ظلم المنتخب المغربي ضد فرنسا الفيفا تضغط لعدم تسريب فيديو الخلاف بين حكيم وينفانتينو والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد الاخبار بسبب المغرب رسالة هامة من الشوال للفيفا لحظة توزيع الجوائز تأسف المعالق التونسي بقنوات بانسبورت القطرية عصام الشوالية على عدم فوز الدولية المغربي عز الدين اوناحية بجائزة احسن اللاعبين شاب في كأس العالم قطر 2022 وشدد الشوالي الذي كان يعلق على مباراة نهائية بين المنتخب الارجنتيني ونظره الفرنسي على ان اوناحي كان الاحق بالجائزة التي ذهبت للاعب من منتخب الارجنتين وكان اوناحي قد قدم مستوى كبير في مونديال قطر يتساهم بنصيب كبير في وصول المنتخب المغربي للمربع الذهبي في انجاز تاريخي غير مسبوق وخطفت تألق اوناحي الانظار حيث ابدت تعديد الاندية في دوريات اوروبية كبرى رغبته في التعاقد مع النجم المغربي خلال الميركات المقبل كما شدد الشوالي على حقية ياسينبونو في نيل جائزة احسن حارسين في المونديال نظيرة اللقه اللافت ومساهمته الكبيرة في الانجاز المغربي لن تصدق ما وقع للحكم المكسيكي الذي ظلم المنتخب المغربي ضد فرنسا تعرض حساب الحكم المكسيكي سيزر ارتور راموس على الانستغرام للاختراق من طرف هاكر السوري امتقاما منها على عدم منحه ضربة جزاء واضحتين للمنتخب المغربي امام نظره الفرنسي في مباراة نصف نهائية وعمد الهاكر السوري الى تغيير اسم حساب الحكم المكسيكي سيزر ارتور راموس باسم تم الدعس كما نشر رسالة على تقنية ستوري جاء فيها اخوكم السوري بعام 2018 خسرنا بنفس الاسلوب وحرمنا من ضربة جزاء اكتشفنا انه تم تبديل الحكم قبل الماتش ابحثوا على جوجل وذكر الهاكر السوري ان راموس توصل بعديد الرسائل التي تفنن اصحابها في شتمها بسبب تحيزه للمنتخب الفرنسي قبل ان يقدم على حد في حساب الحكم المكسيكي بشكل نهائي بعد ذلك وكان الحكم المكسيكي سيزر ارتور راموس قد تعرض لهجوم عنيفين على مواقع التواصل الاجتماعي مطره للخروج عن صمته للرد على المغاربة الغضبين حيث كتب تدوينة جاء فيها اصدقاء المغاربة المرجو منكم التحلي بالصبر وعد راموس ليرد مرة اخرى بتدوينة قال فيها اذا كنتم غير راضين يمكنكم رفع شكوى الى الفيفا لاعادة المباراة وقبلت تدوينة راموس بمزيد من الغضب والاستنكار ووصلت الى حد الاتهام بالتواطئ مع الجانب الفرنسي لقطع الطريق على المنتخب المغربي وحرمانها من تحقيق حلم الوصول لنهائي كأس العالم الفيفا تضغط لعدم تسريب فيديو الخلاف بين حاكيمي وإنفانتينو كشف موقع اسفيت سبورت السويدي ان الاتحاد الدولي لكرة القدم منع الصحفيين الذين حضروا المشادات الكلامية بين لعب المنتخب المغربي أشرف حاكيمية وجيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم منعوهم من نشر المشاهد التي التقطوها من الشجار واضح الموقع السويدي نقلا عن مرسله الذي كان ممن حضروا الواقع ان الفيفا منعت الصحفيين من تصوير ما حدث وأمرت الذين التقطوا مشاهد من المشادات بين حاكيمي وإنفانتينو بحدف الفيديوهات على الفور وتابع المرسل في السياق ذاته قائلا أرادوا من حدف اللقطات من الواضح أن هذه مشاهد محرجة لهم ولسداجتهم اعتقدوا أن عشرات الصحفيين لن يتحدثوا عن ما شهدوها لفتا إلى أنه بعد الوقع عاد إنفانتينو إلى الملعب وأطلقت الجماهير المغربي صيحات استهجان ضدها غير أنه تعامل مع الموقف باحترافية من جهته رفض مدافع المنتخب الوطني المغربي أشرف حكيمية الخوض فيما ذار بينه وبين جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مكتفيا بالقول لم يحدث شيء وقال حكيمي في تصرح لوسائل الإعلام لم يحدث شيء كنت غاضبا بعد الشيء بعد نهاية المباراة وذهبت للتحدث معها ووضف حكيمي مقدما اعتداره لرئيس الفيفا وقدم اعتداري عن الكلمات التي وجهتها لها إنه صديقي وأحترمه كثيرا إذن لم يحدث أي شيء المنتخب الوطني المغربي صاحب أقوى دفاع في المونديال وفرنسا الأكثر تهديفا أسدل السطار يوم أمس الأحد على منافسة كأس العالم قطر 2022 بتتويج المنتخب الأرجنطيني بالبطولة الثالثة في التاريخ بعد الفوز على منتخب فرنسا بركلة الترجيح بأربع على اثنين عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلية والإضافية بنتيجة ثلاث أهداف لمثلها وانهى المنتخب الوطني المغربي مشاركته في المونديال محتلا المركز الرابع في إنجاز تاريخي لم يسبق له أي منتخب عربي أو إفريقي في تاريخ المونديال وبصم المنتخب الوطني على مشاركة مميزة خلال مونديا القطر حيث كتب اسم المغرب بأحرف من ذهب بكونه الدفاع الأفضل في البطولة وكون حامي عائل الأسطوديا سيمبونو أقل حارس تلقي للأهداف بالرغم من تتويج حارس الأرجنطين إيميليانو مارتينيز بجائزة القفاز الدهبية وتلقت شيباكو بونو خمسة أهداف خلال سبع مباريات بمعدل سفر فاصل واحد والسبعين هدفا في المباراة الواحدة في حين تلقت شيباكو مارتينيز حارس الأرجنطين تمانية أهداف في سبع مباريات بمعدل واحد فاصل أربعة عشر وهي نفس حصيلته غولوريس حارس المنتخب الفرنسي في حين تلقى حالي سوكرواتيا ليفانكوفيتش سبعة أهداف في سبع مباريات بمعدل هدف في كل مباراة وفي سياق آخر أنهى المنتخب الفرنسي كأس العالم كأقوى هجوم بتسجيله لستة عشر هدفا في سبع مباريات بمعدل اثنين فاصل تسعة وعشرين هدفا في المباراة في محتل المنتخب الأرجنطيني المركز الثاني برسد خمسة عشر هدفا في سبع مباريات بمعدل اثنين فاصل أربعة عشر هدفا في المباراة يشار إلى أن ليوني ميسي نجم المنتخب الأرجنطيني توجى بجائزة أفضل لاعب في المونديال بعد قيادته لمنتخب بلادها للتتوج في حين توجى مبابي بالحذاء الذهب كهداف للبطولة برصيد 8 أهداف فيما توجى مارتينيز حارس الأرجنتين بجائزة أحسن حارس وإنزو فرنانديز بجائزة أفضل لاعب واعد إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم بسبب المغرب رسالة هامة من الشوال للفيفا لحظة توزيع الجوائز بلاغ عجل لن تصدق ما وقع للحكم المكسيكي الذي ظلم المنتخب المغربي ضد فرنسا الفيفا تضغط لعدم تسريب فيديو الخلاف بين حكيمي وإنفانتينو والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار